إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الكرام إن من أعظم العبادات وأجلها شكر الله جل جلاله فمن أسمائه الشكور والشكور هو الذي يقبل من عباده القليل ويعطيهم مقابل ذلك الشيء الكثير ونحن يا إخوة من كثرة النعم التي أغدقنا الله بها لم نعد نستشعر النعمة ولا نحس بها وأسأل الله تعالى أن يجعلنا نتنبه لذلك وبالمثال يتضح المقال أريد أن أعطيكم مثال على نعمة نعيشها ولكننا لن نستشعرها وهي عبارة عن حدث قصة حدثت لرجل كان مقطوع اليدين ليس له يدين كان دائماً إذا ذهب إلى مناسبة يأخذ مرافق معه وفي مرة من المرات أخذ المرافق ولكن المرافق انشغل عنه فأراد هذا الرجل أن يقضي حاجته فذهب يبحث عن صاحبه ما وجده فاضطر أن يستعين بأحد أقاربه فقام قريبه معه حتى أدخله أكرمكم الله إلى بيت الخلاء إلى دورة المياه ثم بعد ذلك جلس صاحبه في الخارج قال أدخل معي دخل معه ماذا تريد قال اخلع ملابسي فأنا لا أستطيع أن أخلع ملابسي خلع له ملابسه جلس يقضي حاجته بعد قليل قال له تعال قال ماذا تريد قال وضني لا أستطيع أن أوضي نفسي فوضأه ثم ألبسه ثم أخرجه أسألك بالله هل استشعرت هذا الموقف هل أحد منا يوما ما أصبح وهو يقول الحمد لله أن الله أعطاني يدين تخدمني عينان أرى بها أذنان أسمع بها لسان أتكلم به ريق لا ينشف في فمي الكلا تعمل من أجمل ما يكون والرئتين حالها سعيد إخواني لما كثرت النعم أصبحنا لا نستشعرها وهذا خطر عظيم يجب علينا يا إخوة أن نعلم يقينا عندما يقول الله وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها فإننا والله لن نستطيع أن نحصي نعم الله علينا فمن المطلوب إذن؟ المطلوب أن نستشعر الشكر في كل شيء في أمننا في صحتنا في كل ما يحيطنا وبذلك نكون أدينا شكر الله ولذلك وقفات أربع سريعة أما الأولى فحرك لسانك دائما بالشكر لأن الله يحب من العبد الثناء عليه والله تعالى يحب الثناء تأمل في صلاتك منذ أن تكبر وأنت تحمد الله وفي الفاتحة تحمد الله وفي الركوع تحمد الله وبعد الركوع تحمد الله وحتى في نهاية صلاتك تستعين بالله أن يعينك على شكر الله لأن الله يحب أن تشكره دائما فدائما استشعر الشكر هذا أولا ومن أذلك أن تدعو بهذا الدعاء واحفظه جيدا لتؤدي شكر نعمة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر نعمة ذومه ذلك فإن قلتها في المساء فقد أديت شكر نعمة تلك الليلة فاجعل دائما لسانك يشكر جلست على السفر أنت وأولادك قل تعالوا يا أبنائي قبل أن نأكل من أين أتانا هذا الرز وهذا اللحم وهذا الفاكهة وهذا وهذا عدد عليهم النعم اجعل أطفالك دائما يستشعرون عظيم عطاء الله عز وجل هذا أول ثانيا عليك أن تعلم أن الشكر يثبت النعمة إن لم يزيدها ولذلك سمى أهل العلم الشكر بمثبت النعم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها فيجد كسرة من الخبز على الأرض فيأخذها عليه الصلاة والسلام ثم يمسحها ويأكلها يأكل كسرة خبز على الأرض ملقية مع أنه الرجل الذي دخل جنة الله والذي لو أراد أن تقلب له بطحاء مكة ذهب لقلبة لكن له الشكر ثم ماذا قال وهذا الشاهد قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة انتبه يا أحبيبي لهذا الكلام إن النعم إذا فرت قل ما تعود ما الذي يثبت النعمها الشكر وعدم شكر النعمة يجعلها تفر فإن فرت فإنها لا تعود فانتبهوا للنعم التي بين أيديكم ثالثا اعلم يا كريم أن الشكر فيه أمان من عذاب الله عز وجل كيف ذلك نعم الشاكر يأمن من عذاب الله ألم تسمع إلى الله وهو يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فأكثر الشكر مع الإيمان وأبشر برب الرحيم يؤمنك من العذاب في الدنيا والآخرة وأما الأخيرة فما هو أجمل دعاء يقوله أهل الجنة أتعلم ماذا يقولون أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ويا لها من فائدة عظيمة إذا دخل أهل الجنة الجنة يقولون الحمد لله يحمدون الله الذي أذهب عننا الحزن أذهب عننا كل الهم الذي قبل ذلك إن ربنا لغفور شكور لماذا قالوا غفور وشكور كلام الله دقيق قالوا غفور لأنهم لما وقفوا في المحكمة أمام الله عرض الله عليهم أعمالهم وغدراتهم وأخطائهم في الدنيا فماذا قال الله لأهل الإيمان وأسأل الله أن نكون منهم قولوا آمين قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة والستر هو الغفران معنى الغفور أي الساتر الذي يستر الشيء فربنا قد ستر ذنوبهم وأبدلها إلى حسنات طب شكور نعم كان شكور معهم قبل منهم شيء من العمل في حياتهم الدنيا وأعطاهم جنة عرضها السماوات والأرض فهل الجنة هي مقابل صلاتي وصلاتك وصيامي وصيامك إنه فضل الله الذي يؤتيه من يشاء فتعلموا فن الشكر وأكثر من شكر الله عز وجل فإن نعمه قد أغرقتنا جل جلاله وأسأل الله تعالى أن يديم علينا فضله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وأياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم